سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان يرى الجنة والنار كان يرى الجنة والنار السيدة أم سلمة رضوان الله عليها بتقول كانت ليلة وقام رسول الله ليلا يصلي كما هو معهود قم الليلة إلا قليلا كان بيقوم للكل حتى تورمت قدمة ثم نزلت تخفيف النصف والسلس كده يعني ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود نعم قالت فأنا قعدت وقام هو اتوضى ودخل في صلاة أنا قعد صاحب فجأت به رجع إلى الوراء خوتي فرقت عناي رسول الله تحرك في الصلاة ده أنا قايمة من نوم ولا عيني شكت ولا غفلت ولا خدني النعاس ديه في الرقعة التانية رح متقدم للأمام خطوة يبقى تحرك في الأولانية ما تحركت أنا ها ها كده ثبتت الرؤية ها سبحان الله فلما فرغ من صلاته نزلت وجلست بجواره وقلت له يا رسول الله قال نعم يا أم سكا قلت خلتك كأنك تحركت شف الأدب هي متأكلة لكن لم قلت لش أنت تحرك شف نسبة الخيال لها هي الضعف لها هي باشتباه لها هي يا رسول الله نعم خلتك كأنك تحركت فهل تحركت؟ قال نعم تحركت مرتين يا أم سنة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قالت الله أكبر يبقى أنا صاحف قال نعم قلت لك وما سر تحركك؟ قال في الركعة الأولى فتح لي ربي النار فنظرت فيها فرأيت من دخانها ومن حميمها ومن غسلينها وما أعده الله للمعذبين فيها فخفت منها ومن حرها وتحركت مبتعدا بنفسي عن أبوابها إلى الوراء خطوتين فالركعة الأول قلت له أنا شوفتك طب والمرة الثانية أنت تقدمت المرة الأولين أنت تأخرت لا وراء قال لها كشيت وخفت خفت يا أم سألنا من النار قلت لطب المرة الثانية أنت تقدمت لك دا قال نعم في الركعة الثانية فتح الله لي الجنة فرأيت من حورها ومن قصورها ومن فاكهتها وما أجر الله من أنهارها وما بسق من أشجارها وما تدل من ثمارها فوقع بصري على عنقود 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 من عنقود الجنة فخطوت إلى الأمام خطوة ومددت يدي إلى العنقود أردت أن أسحبه من الأصل لأعود به إليك يا أم سلمة لتأكل الأمة منه فقالت لي الملائكة مكانك يا رسول الله لا يجوز لك ذلك فإنك ما زرت في الحياة الدنيا ما ينفعش تأخذ حدا من الجنة يا محمد دلواج لا دي حصريا لأصحابه نزلا من غفور الرحيم ما حد شكل منه غير اللي يدخل فيه آه ما ينفعش لا لا دي خاصة شوي فقالت له أم سلمة يا بوي كان نفسنا في العنق بتاع الجنة يا رسول الله قال يا أم سلمة والذي نفس محمد بيده لو أذن لي أو سمح لي بهذا العنقود وأحضرته لكم لظلت الأمة تأكل منه إلى قيام الساعة ما هو اللي في الجنة يا أخواننا فيه خلود يا أهل الجنة خلود بلا موت بلا موت بالسعادة الأبدية بالسعادة الحقيقية ده الذي يجب أن نبغيه أن نتمنى أن نرجوه أن نحرص عليه ولكن الأمر سهل يسير لمن سهل الله له الآن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك أنت ممكن تدخل الجنة بكلمة كلمة طيبة إصلاح بين متخصمين وحدة زمجانة روح عيلي يتيم تعطف عليه جماعة فقرة ما قاعدش يسجد مصري في المدرسة اقضي مصلعة جماعة في مستشفى ومحتاجين إعلاد اقضي مصلعة اعمل حاجة لله استثمرها البكرة المؤمن كله منفعة إنما أنت في الله ناصح أستاذ في وقف الحال قعد للنقط لم يسلم منك حتى علماء الأمة ومشايخها الكبار ما هذا الغثاء ما هذه الهرتلة ما هذا التهريب أمة عاقة لا تعرف قدر الكبار فيه تهيل الترابة على رموزها تقعن في مشايخها وعلمائها ما الذي يجري لان إيه يا أخوان يا أخي المسلم ده صاحب عفة إذا مروا باللغو مروا كرامة مروا كرامة علي زين العابدين ابن الإمام الحسين يقوف حول الكعبة فديه واحد وراه من أهل الغشم في العرب بجو العرب جرب فطبعا عليه من المسكنة والهدوء والثقة والروحانية وطفحوا للكعبة فتح خط اتصال مع بولاك الكريم ابن الكرام زين العباد علي السجاد زين العابدين رد الوراها عايزي يديب الطواف ويرميه كربان زين الذين ينقرون الصلاة كنقل الديوك عشان كده فيش خشوع فالجيه ماشي كده بالهوينة والهدوء والثقة رح دافئ معرفاش هو مين خلصنا تحرك أيها المنافق سيدنا الإمام بص فيه كده قال له هداني الله وإياك طواف الأول الطواف الثاني رح دفعه دفع أشد من الأول كاد علي أن يفضش إلى الأرض قال لا أيها الإنسان الأحمق اخلص لا تعطلني خلفك قال له بارك الله فيك يا أخي المرة التالتة كانت أشد من المرتين الأوليين وقال له عجل عجل أيها البارك قال له غفر الله لي ولك بدأ الراجل أنا أخلط فيه مرة واثنين وثلاث وهو يدعو لي بالهداية ويطلب لي المغفرة وعملني بأدب لا 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 حتى أتمت طوافه ثم توجه إليه وقال له يا سيدي أنا لأول مرة أراك لكن بكل يقين أنت رجل من آل بيت رسول الله فالناس كلها تبعين بشي من ده كلا دولا أعمالهم بالدل عليهم الأدب خرج من آل بيت رسول الله الحلم عند آل بيت رسول الله العلم الطهر الكرامة الاستقامة الخيرية عني زينا العابدين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحقيم إذا ما جاء يستلم يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختم وليس قولك من هذا بضار له بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجب مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلمة رضي الله عن أسيادنا وعن ساداتنا السابقين واللاحقين ورضي الله عن أسيادنا في الرضوانية ورضي الله عن أسيادنا آل الجبال وكل أسيادنا الذين سبقون بالحسن نسأل الله أن يبارك في ليلتكم أن يبارك في أفراحكم أن يبارك في قرية البغداد ومن حولها والأقصر بأكملها اشتركوا في القناة